المواضيع اللي يعني يتم التهامس به من هون وهناك لكن انه يطرح عبر وسائل الاعلام الناس بعض تشعر فيه بحرش لكن ضروري جدا التوعية لانه فيه امور طبية متعلقة في هذا الموضوع فيه محظورات وفيه يعني قضايا اخرى في هذا الجانب مصطلح المنشطات الجنسية دارج من ناحية الشراء واقبال البعض عليه لكن يبقى خفيا حينا يتم الحديث عنه ويبقى مجرد التهامس به البعض يرى فيه حرجا والبعض الاخر يرى فيه ضعفا لكن ما نور الحديث عنه وكذلك ايضا من ناحية طبية وعلمية ما المقصود طبعا بالمنشطات الجنسية وبعض التساؤلات الطبية الاخرى للحديث اكثر تنضم الينا في الستوديو الدكتورة الصيدلانية عبير السرغلي يسعد صباحك دكتور عبير يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين حياك يا الله يعني هو لا شك انه حرج كبير بيشوفوا مجتمعنا العربي ومجتمعنا الشرقي انه يتناول هذا الحديث رغم ايه اقبال الشراء عليه من كافة الصيدليات في هذا الموضوع فعليا ايش هي المنشطات الجنسية شوفوا زي ما حكيت انتهوا في يعني بلاكوا كتير حرج انهم يحكوا بهيك مواضيع بس كتير انا يعني بأيد هذا البرنامج انه صلطوا الدوع على هيك موضوع ليش لانه صار كتير متداول هذا الموضوع بين الناس اللي هي شراء هذه الحبوب اللي هي هي فعلا منشطات جنسية للرجال وفيه منشطات جنسية للسيدات هلا الموضوع مختلف بين الرجال والسيدات لانه بالنسبة للمنشطات الجنسية للرجال هي ما بتأثر على الرغبة بس بتساعد على انه الاداء يعني بتعالج الضعف الجنسي او الاداء الجنسي نفسه اما بالنسبة للمنشطات الجنسية للنساء لا هي فبتأثر على الرغبة الجنسية عند السيدات هلأ المشكلة وين انها صارت متداولة كتير اه بين الاصدقاء يعني واحد بدي لواحد شو يعمل او واحد بدي لواحد اي شو تعمل اه بدون اللجوء للطبيب اه بدون يعني صارت زيها زي اي دوة بنشرة من اي صيدلية زي دوة المسكنات زي المسكنات اه والاخطر من هيك انها صارت متداولة على مواقع السوشيال ميديا يعني على الانترنت عم بشتروها على الانترنت بدون ما يتأكدوا انه هي مثلا من صيدليات مثلا هذه الصيدلية لازم تكون مرخصة. مرخصة وكمان فيه كمان فيه ارقام تليفونات مثلا ارضية او متأكدين مصدر هاي الصيدلية يعني انها صيدلية فعلا مرخصة من وزارة الصحة لانه في مواد كتير تباع شبيهة باللي هي المواد اللي فعلا اه صنعت لهذا الغرض ولكنها بتعمل شغلات تانية خطيرة في الجسم. خاصة على نقطة السوشال الميديا وصفحات التواصل الاجتماعي هناك بعض يعني بصراحة بيحكوا خلطات من من اعشاب الطبيعة. صحيح. طب شو طبيعتها? شو نوعها? شو مصدرها? هذا كله ممكن يحمل في طيات وابعاد صحية اخرى على الانسان. مزبوط. هلأ مشان آآ يعني المستمعين ما يتخربطوش مشان احنا نعطيهم الفائدة. احنا بنحكي لهم هلأ آآ ايش هي المواد المنشطة للرجال وايش هي المنشطة للسيدات. ما عدا ذلك فهو مزيف. هيك اسهل عليهم لانه المجال واسع كتير يعني كل يوم كل يوم عم بصنعوا اش جديد وعم بتنافسوا الشركات. لانه هلأ شو الحلو في الموضوع انه الشركة اللي صنعت الدواء فعلا لهذا الغرض هي محتكرة هذه المادة لانها اصلا هي المادة هاي صنعات ما كانت الغرض فيها الضعف الجنسي عند الرجال. هي صنعات مشان اتحسن تدفق الدم للاورد واش رايين في القلب. هلأ اتفاجأوا في اثناء البحوث انه هي اه تأثير لها تأثير كمان على تحسين الكدرة الجنسية عند الرجال فاصبحت اللي هي شركة فايزر احتكرت هذا الموضوع وصارت تصنع اللي ايش اللي المادة هاي اللي هي بنسميها احنا الفياجرة. هلأ هم في في الاسواق فقط اربعة مواد. يعني موضوع كاين لموضوع قلب وتحول انه رأوا في ابعاد اخرى. بالصدفة. هلأ الاربع مواد هم اربع مواد لا غير للمنشطات جنسية للرجال باسماءهم التجارية ازا بحبوا المستمعين يمسكوا وركة وكلموا يسجلوها حتى لو بالعربي مشان برضو يكونوا عارفين يعني حتى لو راحوا عند صيدلي يكونوا عارفين اشو ما بديم يشتروا. لو راحوا يحكوا معي الطبيب كمان او يستشيروا الطبيب يعرفوا عن شو عم بيسألوا الطبيب. لانه انا بفضل انا رأيي الشخصي انه ياريت انه تكون هذه الادوية حتى في وزارة الصحة. لانه لازم صرفها عن طريق طبيب. الافضل. او حاليا لانها هي مش كنترول. الطبيب لازم ينسأل كذلك الصيدلي لازم ينسأل. اما ما ياخدوها فلان وفلان فلان. الاربع مواد هي اللي هم بتراكيبهم او باسماءهم التجارية. اتنين بحكي لكم اياهم. اول واحدة اللي هي تركيبها اللي هي تادالافيل اسمها. اللي هي السياليس. نعم. طبعا هادي مدتها بتستمر فعاليتها ستة وتلاتين ساعة. وتأخذ يا اما قبل الاكل او مع الاكل. هلا التاني اللي هي مشهورة اكتر اللي هي سيلندافيل اللي هي الفياجرة. اللي هي المشهورة اكتر اللي هي اول بصنعت اللي هي سيلندافيل. هادي بتستمر ست ساعات. بس بتتاخذ قبل الاكل. وفي كمان مادة اه اه صنعوها جديد اللي هي اه اه فارالافيل اللي هو هادي اه اه اللي اسم التجاري لها اللي هي الفيترة. طبعا بتتاخذ هاي بعد اه مع الاكل. اه ها مع الاكل. مع الاكل. مع الاكل. اه بتستمر سبع ساعات. نعم. شغلها. اه وفي عنا كمان واحدة اللي هي الافانافيل الاخر واحدة هادي جديدة اللي هي سيليندفيل. اه اه ايش اسمها? هذي مش عنا. اه احنا اللي عنا هذول التلاتة. اللي هي الفياغرا والسيالس. اكتر شي. سؤال يعني. اه يعني امام اه هذه التركيبات المستخدمة في حبوب المنشطات الجنسية. اه في محاذير معينة ولا انه او فئة عمرية معينة انه بامكانها. طبعا. او ايش الظروف فعليا. اللي يلجأ يلجأ بها لتناول مثل هذه الحبوب. صحيح. هلأ شوف هلأ هو اصلا الضعف الجنسي اه اللي هو يستخدم له الغرض هذا اللي هو العلاج هذا. اه بصير من عمر اربعين لسبعين. احنا هذا اللي منحكي فيه. فيما عدا ذلك فهي السبب بيكون نفسي. يعني اصلا هي من عشرين لتلاتين في المية سبب نفسي. يعني بتقدر تكون لتلاتين في المية سبب عضوي ونفسي. اما الاغلب الاربعين في المية هدولا سببهم سبب اللي الضعف هو عضوي. هلأ العضوي ايش بدي يكون? هلأ بغض النظر عن السن اذا من ان يجي للعضوي. عدة اسباب. اللي هو مثلا مرض الضغط. اه مرضى الضغط. اه طبعا هدولا اذا بدهم ياخدوا اه المواد هذه بدي يكون بحضر شديد. ليش? لانه اصلا اللي عندهم ضغط اه اصلا تدفق الدم اه للشرين والاورد بيكون عالي. مهم. فما بياخدوا هذه المواد. يعرض حلول خطر اخبر. صحيح. اه طبعا فبصير بصير عندهم ضعف. يعني اه اه مرضى الضغط بصير عندهم ضعف. فباخدوا هذه المواد لازم تكون عن طريق طبيب. هلأ مين كمان اللي بيحتاجوا اللي هم تبعين السكري. مهم. لانه تبعين السكري او مرضى السكري اه مشكلتهم الاساسية. انه السكري بيأثر على اه وقف التدفق او التقليل من تدفق الدم للاورد والشرائيين الدقيقة. مهم. تمام? هلأ فهذا اللي بيأثر على الضعف. نعم. اه الجنس عندهم. هلأ اه كمان اه في عندك امراض الكيلة. اللي عندهم امراض كيلة. بغض النظر عن الامر. يعني ممكن يكون عمر صغير. هلأ بالعادي كلنا من اربعين لسبعين. هذا اللي بيكون عندهم ضعف. مهم. اما في مشكلات عضوية بتعمل هذا الضعف. مرتبطة بامرات. بالضبط. هسه حسب سنها. طب في ممكن تكون هناك اثار طبية لهاي المجموعة اللي اشرنا منها من الامراض سواء ضغط سكري او حتى كلا في حال تناول لو اخذ الحبوب هذه. ايش ممكن يصير يعني اه. تحسن الكودرة الجنسية عندهم. لا لا كجانب اخر اه طبي ممكن انه تتفاقم تكون اه تأثيرات جانبية. اه طبعا اشي اكيد. هلا مثلا منيجي اه خلينا اكمل لك بس الامراض العدوية اللي ممكن. انها تحتاج لهيك ادوية غير الضاطة. طبعين اللي ذبحة الصدرية. اه امراضي ذبحة الصدرية. اللي كمان اللي عندهم اللي بيغسلوا كلا. اللي عندهم امراض مزمنة في الكبد. مثلا. اللي في عندهم اصلا هم عندهم نقص في هرمون التستستروني اللي هو الهرموني الذكري. والأخطر من ذلك اللي عندهم اللي هو الشغلات اه اه ادمان الكحول المخدرات التدخين. اه. هذا كل ايضا بصير سبب في الضعف الجنسي. ليش? لانه كل هادي الامور اللي طرحتها انا او الامراض اللي طرحتها انا بتقلل تدفق الدم للشرايين والاوردة الدقيقة. اه. اللي هي موجودة وين? في العضو الذكري. اه. فهذا اللي بيسبب الضعف. اه. هلا بيتيجي هاي الادوية اللي عديناها. بتساعد على تدفق الدم للاوردة والشرايين في في هادي الاعضاء. فبتساعد على اه العلاج. او تحسين الكدرة. هلا في اثار جانبية طبعا اه كتير. يعني مثلا نيجي لتبعين السكري. حكينا انه اصلا اه اه مرضى السكري. اصلا السكري شو بعمل? بقلل تدفق الدم. بقلل تدفق الدم. هلا مثلا ممكن يبلش هو بربع اه اه غير انه المادة هاي بتشتل على اشي اسمه نايترك اوكسايد. اه. كيف بتدفق الدم شغلها الاساسي كيف تدفق مشان تفهم انت الموضوع كيف بصير. اه. هلا شغلها الاساسي هي بتشتل على النايترك اوكسايد. هذا النايترك اوكسايد زي ما تكون مادة كيميائية تفرز في نهايات الاعصاب. اه. هاي المواد بتشتل على النايترك اوكسايد. فمن خلال شغلها على النايترك اوكسايد اللي هو من النهايات العصبية يفرز. بتساعد على تدفق الدم للأعضاء الجنسية تمام هلأ إذا نيترك أوكسايد أصلاً أصلاً في جسم الإنسان بقل مع العمر أو بقل بسبب مرض معين مرض السكر مرض السكر أصلاً بصير يقل في جسمهم فمثلاً مريض السكر ممكن يبلش بربع حبة الفياغرة مثلاً يتساعده يتعالج له المشكلة بعدها يصير يعلى لنص بعدها يصير يعلى لواحد ميلي جرام مثلاً بعدها ممكن يأخذ سشد كامل ما يعمل معه شيء بس ما معناته هذا أنه تعود لا هي مش تعويد هي صار الموضوع مرتبط بنقص النيترك أوكسايد في جسمنا لأنه إشي طبيعي أنه ينقص في جسمنا فهي هاي المواد اللي بدأ أوصل لك المعلومة إنها ما بتعمل تعود في الجسم هي تأخذ لغرضها تمام بالدوز أو بالجرعة الموصى بها من الطبيب اللي هي أكيدة إنها تفي بالغرض مش أكتر من هيك فما بتعمل أي تعود بس ممكن إها تعمل أثار جانبية زي أي دواء يعني ممكن مثلا دواء الأكمول اللي بنشربه للصداء يعمل أثار جانبية وهي بتعمل أثار جانبية ممكن السيطر عليها يعني أثار جانبية ممكن تعمل إحمرار في الجلد ممكن تعمل مثلا تسكير الأنف إنسداد في الأنف ممكن تعمل تشوش في البصر دكتورة في واحد من المقولات يعني المجتمعية والدارجة هاي اللي بتيجي على همس مثل ما بنحكيها إنه يعني شبانا لا أنصح هيك بيحكوا لأنه بيكون غير قادر على التحمل للتدفق العالم ممكن يأدي وقوعه إلى جلطات أو إلى ارتفاع ضغط إذن شو رجعنا رجعنا الجرعة الموصى بها من الطبيب نتيجة وجود خلل معين في جسم هذا الشخص مش عالطالعة والنازل زي ما نحكي شو من نحكي؟ آه بالزبط وهو الثقافي المفروض تدريها حتى ممكن إنه يلجأ للصيدلي يأخذ يسأله الصيدلي شو عندك مثلا مشكلة معينة أو مرض معين حتى الصيدلي ما يقدر يفيه دكتير بالجرعة تمام؟ نعم يكله راجع الطبيب أفضل مشان يوصي لك الجرعوي يتبع معاك طب فعلياً يعني إحنا هيك نتفق على نقاط إنه هذه الحبوب والمنشطات لا تؤثر في العملية الرغبة الرغبة لا نهاية لأنها ما بتأثر على مراكز العصر اللي في الدماغ المسؤولي عن الرغبة لكنها إنها فعلياً هي أمور تتعلق بعملية تدفق الدم طب بس على العكس على المقيد بالنسبة للمنشطات النسائية كلنا هي اللي بتأثر على الرغبة هذا بالنسبة في جانب النساء مختلف تماماً عن الدكو طب ركزت على نقطة وكل جواب كنت خلال الجرعة الموصى بها بالطبيب صحيح كيف بتشوف الواقع فلسطيني يعني بصراحة مجتمعي النهائي ما فيه لجوء للطبيب يعني المفروض اللجوء للطبيب ممكن ممكن يلجأ للطبيب لما يكون مثلاً مريض سكري خايف ع حاله أو مريض ذبحة صدرية باخد لأنه اللي بياخده مشكلة إذا بياخده على طول يعني موت لأنه إذا بتم ياخده طبعين لذبحة الصدرية بتم ياخده حبة الفياجرة لازم يوقفوا الدواء النايترايتس اللي بخده للذبحة مشان ياخدوا حبة الفياجرة إذا ما بقدر جسمهم يستغني عن هذا الدواء النايترايتس للذبحة بتكون قوية فما بقدروا ياخده الفياجرة خلص موت موت محقق فهدول ممكن اللي بيخافوا حالهم أو عارفين حالهم عندهم مرض معين يروحوا عند الطبيب عند طبيب مسالك بولي عكم أو عند طبيب نسائي أو أي طبيب ثاني بس ما عدا ذلك نهائي طب إيش أبرز المحاذير في تناول هذه المنشطات أبرز المحاذير إنها تتاخد زي ما بيقول لها على الطالعة والنازلة يعني هي كل إنسان قدرى بحاله تمام هلأ مثلا الشاب بعرف إنه مثلا ما عندوش عنده ضعف في القدرة أما مش في الرغبة كل واحد بعرف الحاله هذا ما حده بعرفها إلا الشخص نفسه صحيح فإذا وجد إنه عنده المشكلة هاي فيلجأ للطبيب مشان يوصيله الجرعة المناسبة إلو أو الدول المناسب إلو بس هادي هي يعني هون الخوف بس هلأ مشان يكون عندهم ثقافة أكتر شبابنا إنه كمان يعني شغلات مثلا التدخين الكتير قلتلك الإدمان على الكحول الإدمان على المخدرات كل هاي المواد هاي كلها عوامل مؤثرة طبعا كلها عوامل هذا إذا ما حكيناك يعني بالوصفات الطبية الكيميائية اللي بيتم تركيبها وتحضيرها على الجانب الآخر فيه إشي صعيد شعبة وخلطات شعبية مثل ما بنحكيها بهذا الموضوع هلأ خلطات شعبية إشي بتأثر يعني خاصة مع الأمراض بيكون تأثيرها نفس الشيء وبتعطي التأثيرات الجانبية السيئة نفس التركيبات الكيميائية هلأ في هيك وفي هيك أحكي لك كيف يعني مثلا في عشبة الفياغرة بتنشط وهذا بس لها أضرار كتير سلبية وممكن تموت لأنه أي عشبة أي عشبة زي ما فيها المادة المفيدة للجسم فيها المادة الضارة فمثلا عشبة الفياغرة هادي ضارة ما ما بنصح أي حدا يستعملها لأنها موتت كتير ناس تمام في حين الأشياء بتحكي للشعبية مثلا في أمور كتير أنه يا كلها الواحد أو يستعملها اللي هي خلطات زي ما حضرتك تفضلت هادي تساعد زي مثلا مهروس التوم مع الزيت الزيتون هذا بنفع أكل وبنفع دهن على المنطقة نفسها في عندك مثلا المشروبات زي جوز الهند مثلا الأنناس شو في عندك كمان الحلبة الزنجبيل كلها هادي بتنشط وبتزيد تدفق الدم للشرايين والأورد الدقيقة أصبح شو بنعملنا عمل الفياغرة صحيح فبالتالي جانب من التوعية جانب من الأمور الثقافية طبعا مش بالتفكير اللي هلأ ممكن البعض أو الشريحة ممكن عادي يوجهوا انتقاد أنه عادي بتتناقل وهي المواضيع لا بنتناقل مثل هاي المواضيع لكن على الأقل أنه يكون في وعي من مصدر طبي موطوق ومعلوم بهذه الأمور وبالتأكيد شافاكم وعافاكم الله لأنه بالفعل هناك نسبة الأباس بها تعاني من أمراض متعددة في كل الجوانب احنا نشكرك جزيرة شكر الدكتورة الصيدلانية عبير السرغلي وبتأكيد مشوارنا